ونرجع لموضوعنا والواقع المؤسفة اللي كان بطلها اسحق حلمي في يوم من ايام شهر نوفمبر عام 1925 وفي حديقة النادي كان اسحق حلمي بيتناقش في احد الامور مع داود راتب بيك سيكرتيري النادي واثنين من اعضاء النادي هم مين سيد صبري افندي ومحمد علي رسمي افندي وكان موجود في نفس المكان بعض اعضاء اللجنة التنفيذية وبعض لاعبي فريق كرة القدم النقاش احتد وحصل تجاوز لفظي غير اخلاقي من اسحق حلمي تجاه داود راتب بيك وسيد صبري افندي ومحمد علي رسمي افندي تجاوزات اسحق حلمي نالت استياء كل اللي شهد الوقع وقع هزت ارجاء النادي خاصة ان التجاوز حصل من حد بقيمة وشهرة اسحق حلمي فحق ثلاثة منهم داود راتب بيك سكرتير النادي يعني المدير التنفيذي زي ما بنقول عليه دلوقتي حادث جلل في الوقت دا كان المسؤول عن اصدار العقوبات التقديبية للاخطاء او التجاوزات اللجنة التنفيذية للنادي وفعلا صدر قرار اللجنة التنفيذية بطرد اسحق حلمي وشطبه من النادي اسحق حلمي حس ان القرار دا اكبر بكتير من خطأ هو معترف انه اخطأ لكنه شاف ان القرار قاسي جدا فقرر تقديم التماس لللجنة العليا للنادي واكتمعت اللجنة العليا يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 1925 واتطلعت على الشكوى المقدمة من اللجنة التنفيذية واستدعت اسحق حلمي وحققت معاه داخل غرفة اللجنة العليا يعني داخل غرفة مجلس الادارة وبعد المناقشة خرج اسحق حلمي من الغرفة يستنى القرار وخرجت القرارات حاسمة نظرت اللجنة فيما صدر من اسحق حلم فندي العضو بالنادي بناء على الشكوى المقدمة من اللجنة التنفيذية وبعد سماع اقوال اسحق حلم فندي والمناقشة في الموضوع قررت اللجنة ما يأتي اولا تكليف اسحق حلم فندي بان يعتذر شفاهيا لداود راتب بيك السكرتير وسيد صبر فندي ومحمد علي رسمي افندي عضوى النادي وذلك بحضور باقي الاعضاء الموقعة على الشكوى المقدمة الى اللجنة التنفيذية وبالصيغة التي تقررها اللجنة العليا ثانيا تكليف حضرات فؤاد انور بيك وفؤاد ابازا بيك وسيد صبر فندي وحضرة سكرتير النادي بوضع صيغة الاعتذار ثالثا تحديد يوم الاثنين المقبل لتنفيذ ذلك بحضور حضرات اعضاء اللجنة العليا واللجنة التنفيذية رابعا تعليق الاعتذار المذكور بلوحة النادي لمدة شهر وقد عرضت هذه البنود على اسحق فندي حلمي فأظهر استعداده لتنفيذ ما تراه اللجنة وبالشكل ده تم تعليق قرار طرد اسحق حلمي لحين تنفيذ قرار اللجنة العليا فيا ترى امتسل اسحق حلمي للقرارات ترجمة نانسي قنقر